من جديد المشاهدين تستمر الأجواء الحرى ودرجات الحرى القياسية لتسجل عبر مختلف المناطق الجنوبية بدرجات حرى قياسية تتعدى عتبة 49 درجة مئوية تحت الظلوذة إلى غاية يوم غد الأحد على أقل للتقدير بالنسبة لتوقعات الطويلة المدى تشير على أن الأجواء الحرى مستمرة دائما بدرجات حرى جيد قياسية على أغلب المناطق الجنوبية خلال الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله بالنسبة للمناطق الشمالية بداية من يوم غد الأحد إلى غاية يوم الثلاثة ستكون تحت التأثير هواء نوعا ما أقول منعش ستكون درجة حرى جدا لطيفة ميز أغلب المناطق الشمالية للبلاد نحن نرى التفاصيل بالنسبة للأجواء الحرى والنشرية الخاصة التي أصدرتها صباحة اليوم من مصالح الأرصاد الجوية حيث أكدت من خلالها على استمرار تسجيل تقص حار بدرجات حرى الدنيا تصل إلى غاية 38 درجة وقصوى تتعدى عتبت 49 درجة مئوية تحت الظل وهذا إلى غاية يوم الأحد يوم غد الأحد على أقل التقدير عبر كل من ولاية برج بجيمختار إنسالح أدرار وكذلك ولاية تمنرس بالإضافة إلى الأجواء الحرى في المناطق الشمالية تعرف كذلك تساقط أمطار إن شاء الله مرتقبة بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر الأمطار إن شاء الله في التساقط إلى غاية منتصف الليل عبر كل من ولاية أم البواقي باتنا خنشة وكذلك ولاية تبسة بالإضافة إلى الأمطار الرياح القوية المرفوقة بتطاور كثيف للريمات القديمة حاضرة على المناطق الجنوبية خاصة لكم من ولاية الوادي توجورد غردايا المنيعة ورقلة جانات تمنرس برج بجيمختار وكذلك ولاية إنقزة بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم لتستمر إلى غاية فجر يوم غد إن شاء الله مشاهدين الآن نمر إلى التوقعات فيما يخص خارج توزيع تساقط الأمطار ونشوفوا بالنسبة للأمطار ستكون حاضرة بداية من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثة التوقعات وشيرا الآن الجوائر ستكون غائمة جزئيا بسحب سفلة تكون كثيفة خاصة على المناطق الشرقية والوسطى احتمال تساقط بعض القطار من الأمطار دائما بالمدن الداخلية الشرقية لكل من ولاية قسنطينا سطيف وباتنا الآن مشاهدين نشوفوا الكتل الهوائية ودرجات الحرارة إن شاء الله المرتقبة بداية من يوم غد الأحد إلى غاية يوم الثلاثة نحظر السيطرة تستمر للسيطرة القوية للكتل الهوائية الحرارة على أغلب المناطق الجنوبية بدرجات حرارة قديمة قياسية تصل أو تتعدى عتبة 49 درجة مئوية تحت الظل على كل مدينة إنسالح أدرال إنجزام بورد بجي مختار كذلك على مدينة بن عباس تندوف حتى على إليزي وجانت فيما يخص غردايا منيعة توقوت ولا جلال بسكرا والوادي رح تكون إن شاء الله ما بين 40 إلى 45 درجة فيما يخص المناطق الشمالية للبلاد إن شاء الله مشاهدين رح تكون تحت تأثير هواء الرطب نسبيا يعني حيخلي الأجواء منعشان يعني هذا الهواء متواجد بحوظ البحر الأبيض المتوسط سيخلي هناك نسمات بحرية لتخلي درجة حرارة تكون نطيفة بالنسبة للأيام القليلة المقبلة بالمناطق الشمالية بداية من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثة رح تكون إن شاء الله فصلية ما بين 25 درجة كأدنى مقياس وأعلى مقياس سيصل إلى غاية حوالي 30 درجة أو يتعدها في كل مدينة معسكر غير لزان شلف وسيد بلعبا ستصل إلى غاية 35 درجة فقط وهذا ظهيرة يوم الثلاثة إن شاء الله أما عن درجات الحرارة الدنيا تبقى دين من أجواء نوعا ما أحرى على المناطق الجنوبية ما بين 30 إلى غاية 35 درجة والمناطق الشمالية إن شاء الله ما بين 20 إلى غاية 25 درجة مشاهدين بهذه التوقعات تصل لطيورقة حوالي التقصى العودة إلى سميرة ستكون بعد الفاصل شكرا